أهلا بكم حافظ فريق القوات الجوية على صدارة فرق المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الأسوي لكرة القدم إثر تغلبها على ضيف الوحدة السوري بهدف من دون رد في المباراة التي ضيفها ملعب سعود بن حمد في قطر الجوية حسم نتيجة المباراة من شوطها الأول بعد أن تمكن مهاجمه محمد أحمد من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوطة وبهذا الفوز يكون الجوية قد رد اعتباره من الخسارة التي تعرض لها في مباراة الذهاب أمام الفريق السوري بخمسة أهداف لهدفين